الخبر الاول اللي عدنا عن بكاء مريم بسبب محمد جواني فمريم نزلت هذا المقطع على قناتها باليوتيوب واللي قالت بي انه هي مثلنا انصدمت لما جواني نزل هذا المقطع وما تعرف اي شي عن اللي صاير ومن الواضحة بكلامها انه هي مدى الساوي مقلب وبالعكس كلش متفاجأ من الموضوع بالنسبة ليش خاصة لما يشع فهو المقطع رحطوكم رابطة بلوصف روحوا كلكم شوفوه طبعا ماكو غير تفسيرين للموضوع التفسير الاول واللي هو تكون اكوشي يصير بيناتهم ولكن جواني هو الوحيد اللي يعرفه فكل ما علينا انتظر مقطع جواني يحينزل تقريبا بعض نص ساعة اما التفسير الثاني فهو يكون مقلب ولكن المقلب رح يكون بمريم لانه اكيد محمد جواني مينس الخبز والملح لبيناتهم وبكلت الحالتين كلش غلط ان واحد يتهجم على محمد جواني حاليا حد ما نعرف الحقيقة فخلونا انتظروا نشوف الخبر الثاني اللي عدنا عن المفاجآت المحضرية اليوتيوبر فاول اليوتيوبر واللي هو انسو بيسان والاغاني الجديدة فبيسان نزلت على حسابها بالانستجرام شوية ستوريات تعلم بيها عن الاغاني الخرافية والمفاجآت المحضرية هيا وانس شايب شوفوا الستوريات عنه وتفتهمون اكثر ان شاء الله ما رح نكسر الدنيا ونعمل اعمال فنية بتجنن ان شاء الله لقد رفض اسمعوا كل جديدنا وكل الاغاني الحلوة ان شاء الله مع بيسان رح نفجر الدنيا مو بس اغاني عادي هي اغاني تفجير على مستوى كثير كثير عالي وترقبوه غير كل شي عملتو بإذن الله وان شاء الله بتشوفونا في دبي في المانيا في الاردن فلسطين سوريا كل مكان اسمعونا في كل مكان بيروت مساء الله ودولنا بالتوفيق اما بالنسبة اليوتيوبر الثاني فهو فريق ففنبولي اللي اعلن وسام انه هذا الاسبوع رح يكون اسبوع دماري بالمقاطع الخرافية بحيث وسام نزل على حسابه بالانستغرام هذا الاسبوع اللي يقول السبت في فيديو بيجنن وبعدها نزل السبوع الثاني يقول للاحد في فقرة تم افل وختمها باستوري يقول انه الثانية رح يكون اكو مقلب فاكتبونا بالكومنتات يا حبايب الملوم بتحمسين اكثر الوسام تيكيت لو الاغاني بيسان اسماعيل الخبر الثالث اللي عدنا عن التهجم ده تتعرض له نارين بيوتيب اخر فترة بالكومنتات عن المقاطع اللي تحشي عن المشكلة بينها وبين مو في الاشخاص اللي يتهمون انه نارين هي مصلحة كانت يا مو او هي مستغلة وحسب ما سمعت انه نارين حذفت بعض الصور بحسابات الانستغرام يا مو ولكن الصراحة بالنسبة للتهجم اللي اتعرضت له يشوف غلط مية بالمية بنهاية احنا ما نعرف كل شي صاير هل اكو خلاط اساسا او لا وليش هما مديح توني بعض فلا تنسون يا حبايب تكتبوني رأيكم هذا الخبر بالكومنتات الخبر الرابع اللي عدنا عن احمد حسن وزينب وليش هما تاركين اليوتيوب بالفترة الاخيرة فاخر مقطع لقناتهم حوالي صالة 10 ايام وإلى الان ممنازلين ولا مقطع ولكن حسب ما ينزدون على حساباتهم بالانستغرام دائما ينزدون استورياتهم وبالمطعم فمن الواضح انه المطعم الجديد ياخذ اكبر وقتهم فلهذا ما يستطيعون يتفرغون لليوتيوب وطمع هذي شي طبيعي ومن حقهم ولكن ان شاء الله يرجعون باقرب وقت اما بالنسبة الاشخاص اللي حابين انه يشوفون احمد حسن وزينب فتقررون شوفوهم على حساباتهم بالانستغرام الظهر قدامكم ينشرونه بشكل يومي تقريبا الخبر الخامس اللي عدنا عن التحدي اللي ما بين مملكة القصص والمتابعين والهدية راح تكون بنزول صورتي بالمقطع الجاي فمثل ما تعرفون باقينا 12 الف عن 200 الف فاذا قدرنا نوصل 200 الف قبل نهاية اليوم يعني باقي حوالي 6 ساعات راح انفذ الشرط فكل ما عليكم تشتركوه بالقناة وتحطون زر اللايك وبس والله انوصلنا لنهاية المقطعات من المقطع الجوكم لسا تحطوه لاك تشتركوه بالقناة وان شاء الله يمكن يكون عدنا مقطع ثالث الليلة فبس جانوك فزين مع السلامة